اشتركوا في القناة 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 ليس منشطة للمنشو ولكن نستجبع التعويات الميراجانات ونشترك في الميراجانات كجميع الفنانات والناس يطلبوني هي ديك ونهضر معهم شي شوية الجمهور وشفني هنا في طاطع ونشكره المدير اللي استدعني وقدرت عامها قدت له ديكاد مرحبا مرحبا كنت غادي نقول شي عجم شاليا مهم ما عليش مزين هذي الدورة الرابعة كانت الدورة التالية غادي نجي ساعة ما تليت جيت ما تلت تصل بيدك السيد الدورة الرابعة تصل بيدك جيد الحمد لله غادي نهضر مع الجمهور ديالي أنا ذيك شي موقعات شوية ديالي معقول وشوية ديالي كدوكين ما تايقولو والوقت كدوزو يا ديكرا الجمهور غدا يرحب بيا لأنه تعرفني في التمتيل ما تعرفنيش في التنشت لأنه كان اللي تايدي رو التنشت وتايبرعو في التنشت أنا غيرتا مهم مرحبا 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 بالله أديك الخير لاحظك كوخاك سبح ربئي هارجيك ان طلب نوني قران أيها سيدك؟ ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر لانتباه ديالي ما شاء الله يحفظكم وفي الاول انا غد نقول بان زهرة تمقيروت يعني الاسم الفني انا في المجال ديال تمتيل المعروفة كممتلة امازيغية لانا كنشارك في الافلام الامازيغية سواء سينمائية او تلفزية وكادا مقدمة في ميراجانات لان دوزت تكوينات معها واحدة المؤسسة فرنسية للتنمية والهجرة فيما يخص لانيماسيون ولكن ديال تقديم ماشي ديال لانا بقي حنا ما كنفرقوش بين تقديم وبين الفكاها لانا كي يوقع واحد الاختلال انا كندير تقديم في الميراجانات الحمد لله من الفين وعشرة ديت الاحترافية وانا غادف في المسيرة الفنية ديالي ووجدت المغرب ما شاء الله كله وليوم انا فرحانة كنت وجد فتاطا ومعاكم وهذا شي كيزيد في تجربة ديال زهرة وفي سيفي ديالها انا كنقول باقي غير دراسة باقي غير كندرس وتكوين ديالي تأوى ديال الصحفة كان تكوين ليزاد لزهرة حويج خورين باش نتعلم بزاف ديال الحويج وانا بنت فنان يعني تولد في وسط فن مي دكشي علش جاني الفن سهل شوية بالرغم انه رسعي في الاعماق دياله ولكن انا تولد في الوسط الفني هذا اللي اعطاني هاد القوة ديال اني نيسر او لا نعرف كيفاش ندمج بان بين التمثيل والمصرح وتقديمه ما هو الجديد زهرة الجديد زهرة احنا حاليا كأفلام امازيغية ودارة متوقفين واحدة الفتراك كبيرة بسبب القرصنة الى اخرى والمشاكل اللي كيعرفها الوسط الفني ولكن ان شاء الله كان وعد الجمهور ديالي نكونوا معهم بإذن الله في اعمال جديدة ان شاء الله لا في المصرح ولا في السينما لانا تعطلت عليهم واحد شوية وكنتمنى التوفق الجميع الفنان اللي كيني في المغرب كلمة حول ميهراجان 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 طاطا في دورته الرابعة كان ميهراجان في المستوى وانا كايل البرد كي يدخلنا الناس باش يكونوا يعني الحب ديالهم يطغع لهذا البرد ويبقاه مع البرمجة اللي كانت في ما شاء الله انما شي من سهل باش تدوز اه خمسة وخمسين فرقة في مدة ديال الاربع يام ومدير مع ردة الفلاحة وكذا نونك اعطو كل حاجة اعطوها حقها ودورات كوينية كذا وعطوها للندوت حقها وعطوها للرياضة حقها نونك هاد شي كله مزوين والجاميل في الناس ديال طاطا والجمعية اللي منطمة الميهراجان هي ان اعطى الفرصة للناس ديال طاطا والشباب ديال طاطا يستفدوا اكتر من اي حاجة في هاد الميهراجان كانت دراكة كالقاء سيكوريتي طاطاويين كالقاء المصورين كالقاء يعني واحد النسبة كتيرة ديال الميهراجان مشات للناس ديال طاطا ويستفدوا فيها وهذا جميل جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة